بعبارات وصفت بأنها الأكثر حدة أعلن رئيس الجمهورية ميشيل عون أن رئيس حكومة لبنان سعد الحريري محتجز وموقوف في السعودية عاداً ذلك عملاً عدوانياً ضد لبنان ممنوع لأنه عنده حصانة رئيس دولة وهذا بتنص عليه اتفاقية فيينا وفيه كمان جرم تاني توقيبهو كمان ضد اتفاقية ضد الإعلان العالمي لحول إنسان في كل الحالات نحن أخذنا الإجراءات تنص اتفاقية فيينا بمادتيها التاسعة والعشرين والواحدة والثلاثين إلى عدم تقييد حركة أي ممثل دولة والقبض عليه أو حجزه وتوضح مراجع قانونية إلى أن رئيس الوزراء يتمتع بالحد الأدنى للحصانة والحماية وثمت اتفاقات دولية تنص بوضوح على معاقبة كل من يخرق اتفاقية فيينا من هنا يأتي توجه لبنان الرسمي هذا الأمر إذا ثبت يجب أن يسلك طريقاً تصاعدياً بمعنى أن يخاطب لبنان بشخص رئيس دولته الملك السعودي بطلب واضح إلى المملكة حتى إذا لم تستجب المملكة لا سمح الله يصار إلى الإعلان عن هذا الكتاب الرسمي ويتدرج الأمر مروراً بجامعة الدول العربية وصولاً إلى الأمم المتحدة ونهاية بمجلس أمن الدولي الذي يمكنه أن يجتمع فيصدر قراراً ترفض مصادر تيار المستقبل وصف الرئيس الحريري وعائلته بالمحتجزين في حين يرى مقربون من قوى الرابع عشر من أذار أن هذه المواقف من شأنها أن تضر بعلاقات لبنان مع الدول الصديقة أتمنى أنه ألا تخطئ الدبلوماسية اللبنانية التي ساهمت إلى حد كبير في وقوعنا في المأزق بتصرفات الماضية ألا تخطئ في محاولة معالجة هذه القضية الدقيقة بشكل قد يعزمها ولا يحلها طبعاً أتمنى أن يكون هناك في عقل وفي حكمي في كيفية طرح الموضوع لإيجاد حل لمشكلة وطنية بتطلب بمصير رئيس الحكومة اللبنانية وسط هذه التطورات أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري تغريدة يؤكد فيها أنه بألف خير حسب تعبيره وأنه عائد إلى لبنان تقول مصادر سياسية أن لبنان يولي أهمية كبيرة لمشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب نهاية الأسبوع الجاري خاصة فيما يتعلق بظروف التي دفعت الرئيس الحريري لتقديم استقالته من خارج لبنان سحر أرنوط الحرة بيروت